الحمد لله رب العالمين والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنثبت لكم جهل المقنع المجهول صاحب قناة الكذبة الصعبة بالدليل والبرهان سنثبت لكم أن هذا الشخص لا يفقى هاي شيء في القرآن أو علوم القرآن أو في الإسلام حتى إنما هو مجرد ناقل ينقل ويردد الافتراءات والأكاذيب فقط طبعا يحاول صاحب قناة الكذبة الصعبة أن يثبت تحريف القرآن ووجود اختلافات في القرآن ومن المفترض أن يأتي بأدلة علمية ومنطقية على هذا الزعم الكاذب لكن صاحب قناة الكذبة الصعبة لا يأتي بأي أدلة يعتمد فقط على الكلام المرسل والجهل كما سنثبت الآن وهذا مذهب عامة الملاحدة والمنصرين عندما ينتقدون الإسلام وعندما يطعنون في الإسلام يطعنون بأسلوب الجهل والكذب والتدليس والخداع والاعتماد على الأدلة الوهمية الواهية والكلام المرسل تعالوا نرى ماذا سأقول صاحب قناة الكذبة الصعبة ونعود لنثبت لكم جهل هذا الشخص نأخذ الرقعة رقم 48V وهي لسورة مريم الآية التاسعة عشر نلاحظ أن الآية في النسخة الحالية المطبوعة من القرآن فيها كلمة لأهب لكي بينما في المخطوطة نلاحظ لنهب لكي كما تشاهدون أمامكم أول خطأ فادح وقع فيه النصراني حينما قرأ الكلمة في المخطوطة لنهب ثم ظننا أن هذا اختلاف ما بين المخطوطة وما بين القرآن وأن هذا يعد تحريفا بغض النظر على أننا لا نعتمد على المخطوطات لأن القرآن نقل إلينا بالتواتر بمنهج دقيق جدا لا مكان للشك فيه فهذه المخطوطات مجهولة المصدر لا يعرف من كاتبها ولا يعرف ماذا إتقانه ووثاقته وحفظه ولكن الكارثة التي تثبت جهل هذا النصراني وجهل من ينقل عنه الذي هو محمد المسيح الذي يدعي العلم وهو لا يفقى شيء إطلاقا أن قراءة ليهب هي قراءة متواترة موجودة اليوم ونقرأها قراءة عن نافع ويعقوب وأبي عمر قراءة متواترة موجودة وطبعا النصراني لا يعلم ذلك فكيف سيعلم فهو لا يبحث ولا يقرأ مجرد ينقل افتراءات وأكاذي تعالوا نسمع القراءة بصوت القارئ الحصري قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا ليهب لك غلاما زكيا كما سمعتم زي ما سمعتم بالظبط القراءة متواترة وموجودة بالقارئ الشيخ الحصري قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قراءة أيضا متواترة نقرأها اليوم في القراءات المتواترة للقرآن الكريم وليست اختلاف أو تحريف كما ظن هذا النصراني لأنه يجهل لا يعرف أصلا ما القراءات المتواترة ولا غير المتواترة ولا يفقى أي شيء مجرد ناقل لكذيب الافتراءات فقط وأمام حضراتكم على الشاشة إسناد قراءة عقوب الحضرامي من كتاب النشر في القراءات العشر للإمام الجازري رحمه الله طبعا اليهود ولا النصارى لا يمتلكون مثل هذه الأسانيد كما يمتلكها المسلمون ولله الحمد وإنما يعتمد النصارى على الجهل والكذب والخداع ويؤمنون بكتب مجهولة الكاتب لا يعرف من كتبها كلها ظنون حتى لا يعرف مكان كتابتها ومن هم الذين كتبوا هذه الكتب وزمن كتابتها على وجه التدقيق لا يعرف أيضا كتب متناقضة بها من الأخطاء ما بها لا يوجد سند ومع ذلك يقولون أنها كتاب الله ويطعنون في القرآن الكريم ها رأيتم مثل هذا السخف وهذا الجه يعني لا أدري ما أقول سبحان الله الآن سنتابع مع النصراني لنكشف لكم المزيد من جهل هذا الشخص وأنه لا يفقى أي شيء إلا أن يردد الأكاذيب والإفترات بدون بحث وبدون تمحيص حتى لا يكلف نفسه عن البحث فيما يقوله نتحول الآن لمخطوطة باريس وهي تحمل الرمز أرب 328A.B وهي مكتوبة بالخط الحجازي المائل ويعود تاريخها بحسب المختصين إلى نهاية القرن الأول الهجري نأخذ الرقعة رقم 5V وهي لسورة آل عمران الآية رقم 122 نلاحظ في النسخة الحالية المطبوعة من القرآن كلمة طائفتاني بينما في المخطوطة جاءت بحالة النصب طائفتيني فنلاحظ اختلاف الحالة الإعرابية بين الكلمتين كما تشاهدون أمامكم يقول النصراني بأن الكلمة في المخطوطة هي طائفتين وهي تختلف عما هو موجود في القرآن الذي نقراه لها في الحقيقة هذا كذب صريح من هذا النصراني أو جهل شديد لأن الكلمة في المخطوطة لا تحتوي على ياء أصلا وإنما هي تاء غير منقطة فظن النصراني بجهل أو ليخدع المشاهدين بأنها ياء ولكن الكلمة مطابقة لما في القرآن اليوم طائفتان لكن الناس هنا لم يكتب الألف الممدودة ويوجد أمثلة كثيرة جدا على مثل هذه الكتابة عدم كتابة المدود في هذه الصورة التي أمام حضراتكم على الشاشة والتي هي مأخوذة من بحث عن هذه المخطوطة التي يستشهد بها النصراني نفسه نرى أمثلة على عدم كتابة المدود في المخطوطة في مثلا كلمة عباد بدون ألف ممدود وأيضا كلمة عذاب نفس الكتابة نفس الطريقة فلو يوجد هناك أي اختلاف أو تحريف بل الكلمتان المتطابقتان وهذا نم ويدل على كذب هذا النصراني وتعمد الكذب وخداع المشاهدين أو الجهل الشديد وكما رأينا أن هناك فقط ناسخا مخطوطة كتب الكلمة بدون ألف المد ولكن الكلمة هي هي نفس الكلمة مطابقة تماما لكن الاختلاف فقط في طريقة الكتابة فظن أظن منصر أن هناك اختلافا نكمل مع مهزلة أخرى من مهازل النصراني ونكشف المزيد من الجهل والتدليس والخداع الذي يمارسه هذا المنصر مع مشاهديه وأتباعه نأخذ الرقعة رقم 14V وهي لسورة النساء الآية رقم 66 نلاحظ في النسخة الحالية المطبوعة من القرآن كلمة قليل بينما في المخطوطة جاءت بحالة النصب قليلا فنلاحظ أيضا اختلاف الحالة الإعرابية بين الكلمتين مما يدل أن النساخ الأوائل لم يكونوا ملتزمين بقواعد اللغة لأنها لم تكن منظمة في ذلك الوقت والله مهزلة كبرى النصراني يقول بأن المخطوطة ما فعلوه إلا قليلا القراءة في سورة النساء ما فعلوه إلا قليلا وكما عرض النصراني سورة المخطوطة ولكن يقول بأن هذه القراءة مخالفة لما هو موجود اليوم للقراءة التي يقرأه المسلمون اليوم وأن المسلمون الأوائل خالفوا قواعد النحو ولم تكن هناك قواعد ثابتة وراح يقول يغرب ويشرق ويدعي الدعاءات سخيفة والكارثة التي تثبت جهل النصراني بل المزيد من جهل هذا النصراني لأن الجهل عند هذا النصراني والكذب وتدريس كثير جدا جدا ليس له حدود أن القراءة الموجودة في المخطوطة اللي هي في سورة النساء ما فعلوه إلا قليلا بالنصر واللي بيستشهد بها النصراني عشان يقول إن القرآن محرف وإن في اختلاف هي أصلا قراءة متواترة موجودة اليوم ونقرأ بها يقرأ بها المسلمون من القراءات الموجودة فلا أعلم أي جهل هذا مش عارف إن القراءة دي قراءة متواترة يعني تقريبا هو لا يفقه شيء ولم يبحث أصلا بقرأ في كتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني الجزء الأول باب اختلاف مصاحف الأمصار التي نصخت من الإمام يقول وفي النساء أي صورة النساء في إمام أهل الشام اللي هو ابن عامر ما فعلوه إلا قليلا الآية اللي يتحدث عنها النصراني تمام؟ هي موجودة عند إمام أهل الشام قراءة متواترة قراءة متواترة عن ابن عامر فأنا مش عارف يعني جيس بالتحريف القرآن بقراءة من مخطوطة هي أصلا عندنا وسابتة ومنقولة بالتواتر ونقرأ بها أي جهل هذا لا أدري صراحة ولو أنا كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم وإلى هنا نقول قد اتهينا من حلقتنا البسيطة وبإذن الله نعيدكم برد مفصل على كل كلمة قالها هذا المنصر في سلسلته الواهية الوهمية وسنننصفها بإذن الله تعالى نسفا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة